بعدنا متابعين بالتغطية على الأجنحة ضوينا على جناحة وزارة الزراعة والمالية وهلأ صار لوقت لنضوي على جناحة وزارة السياحة المشاركة بمعرض دمشق الدولي بنسخته الواحد وستين كونه قطاع السياحة من أهم القطاعات اليوم يلي ممكن تكون أبواب الاستثمار مفتوحة أمامها لنعرف المشاهدين شو ممكن يلاقوا بهذا الجناح بيسعدنا نرحب أكتر بالأستاذ زيادة بلخي وهو مدير الجودة في وزارة السياحة أستاذ صباحك صباح نور أهلا وسهلا فيك شكرا لكم الاستضافة أهلا وسهلا فيك أستاذ زيادة يعني دائما القسم وزارة السياحة مميز بمعرض دمشق الدولي بضم أفرع عديدة ومتنوعة وبتهم يمكن جميع شرائح المجتمع اليوم شو أبرز الخدمات أو شو أبرز الفعاليات يلي قدمناها للزوار ضمن المعرض فعليا المشاركة تبع وزارة السياحة متجددة ومنحول دائما نضيف شي جديد هالسنة في عنا جناحين كبار كل جناح 700 متر وأرض مفتوحة بحوالي 3500 متر الجناح الرئيسي لوزارة السياحة تشارك فيه وزارة السياحة مع بعض المنشآت السياحية من القطاع الخاص ومكاتب السياحة والسفر واتحاد غرف السياحة موجود أيضا من وزارة السياحة يتم إلقاء الضوء على المحاور الأساسية لعمل الوزارة بتعريف بالنقاط الهامة التي تقوم بها وزارة من خلال عملها من الترويج السياحي بروشورات للقطاع السياحي التركيز على المقاصد الجذب السياحي أيضا شاشة تفاعلية كبيرة بهدف التعريف بطريقة تفاعلية جميلة للزوار عن مواقع الجذب السياحي في سوريا عن الآثار الجميلة عن المناطق الطبيعية الجميلة وهكذا أيضا يوجد نظارات الواقع الافتراضي الـ VR التعريف بمواقع أيضا جميلة في سوريا من خلال المشاهدة المكان وكأنه الزائر يكون موجود في نفس المكان أيضا في الجناح يتم التعريف من خلال موضوع الرقابة السياحية وهو هذا الاختصاص اللي أنا بشغل عليه اللي هو تعريف المواطنين بماذا نقوم نحن كرقابة سياحية على المشاهد السياحية يعني زيارتنا للمشاهد السياحية ماذا تتضمن؟ التجهيزات التي نستخدمها في عملية الرقابة على المشاهد السياحية الرقابة على النظافة، طريقة تحضير الطعام التأكد من جودة الطعام، تأكد من طريقة الحفظ بطريقة مناسبة أيضا يتم تعريف المواطنين ببعض الممارسات الجميلة والجيدة لحفظ الطعام في المنزل يعني الممارسات التي نحن تعلمناها من خلال علاقتنا مع المشاهد السياحية نقوم بتعريف الزوار بها من خلال المشاركة في المعرض اتحاد غرف السياحة يقوم بتقديم عروض سياحية من خلال بكاتب السياحة والسفر من خلال الفنادق الموجودة أيضا في الجناح الفنادق الكبيرة في سوريا الشركة السورية للنقل والسياحة تقدم أيضا عروض مميزة لرحلات سياحية مميزة للمواطنين الجناح الاخر هو الجناح الكبير الذي تحدث عنه هو جناح وزارة السياحة الجناح المجاور لوزارة السياحة هي الحرف التقليدية التي تقوم برعايتها وزارة السياحة مشاركة مميزة حرفيين من جميع المحافظات من جميع المحافظات بإحدى الحلقات من أكثر من ثلاثمائة حرفي موجودين من مختلف المحافظات وحتى يمكن في حرف نادرة أو محمل سميح مقردات رجائت على سبيل المثال موضوع الحرير الطبيعي يعني نول خاص بطريقة تحضير الحرير الطبيعي من قرية دير ماما يعني مشاركة مميزة لحرفيين مميزين كانت زوفنا عمي بي أبأ بيس تماما فمشاركة مميزة الآن في الجناح الخارجي التركيز من وزارة السياحة على موضوع الأسرة والطفل يتم من خلال الجناح الكبير المطروح للأطفال من خلال ألعاب نشاطات يقومون بها متاهة صغيرة للأطفال حتى تكون لديهم البهجة والفرحة تبعيدة زيارة المعرض أنتوا بتعرفوا حضراتكم دائما زيارة معرضي مشق الدولي بترتبط عنها بذاكرة جميلة فنحن عمنا نحاول نرسخ هذه الذاكرة الجميلة من خلال نشاطات لطيفة يقوم بها الأطفال في جناح الأطفال في وزارة السياحة هناك مسرح للطفل الشخصيات الكارتونية المحببة للأطفال موجودة طبعا وتتفاعل مع الأطفال وترقص معهم وتلعب معهم وأغاني جميلة وهكذا أيضا شارع الأكل كما تعودنا دائما مشاركات وزارة السياحة في الأنشطة والفعاليات الجماهيرية يكون هناك مكان لتقديم الطعام الجيد من المشآت السياحية المعروفة بتقديم الوجبات لأسعار مميزة في المعرض الهدف من مشاركة هذه المنشآت ليس فعليا هو تحقيق ربح قدر ما هو أنه شهار منشآتهم وتعريف زوار المعرض بها يعني استاذ زياد يعني كنا عم نحكي بالضيوف السابقين أو الفقرات السابقة بحلقتنا لليوم أنه نحن مو بس معرض دمشق الدولي هو عروض مثل ما منعرف ليه أو هو مشاع ولكن كتير مهم نعرف على دور كل وزارة شو الخدمات اللي عم بتقدمها شوية معلومات توعوية وتثقيفية كمعن بمعرض دمشق الدولي حكينا على الصعيد المحلي أو المواطنيين اللي عم بيزور الجناح شو ممكن يستفادوا نحكي عن موضوع الاستثمار اليوم كونه في 38 دولة مشاركة فرص الاستثمار اللي عم بتكون وكيف عم تلاقوها التفاعل مع هذا الجناح طبيعي في الجناح الوزارة أنا أخفت الذكر يعني عم بحكي كنت بشكل عام أخفت الذكر وجود جناح خدمة المستثمرين في وزارة السياحة موجود في جناح وزارة السياحة يتم التفاعل مع المستثمرين المحتملين وتقديم المعلومات اللازمة تقديم معلومات أساسية عن ملتقى سوق الاستثمار الذي سيكون في بداية الشهر القادم تعريف المستثمرين بهذه الفعالية وأيضا طرح بعض الأفكار عن المشاريع القادمة عرض مبدئي للمشاريع المحتمل طرحها في الملتقى تماماً يعني ومن خلال ذلك رح يكون فيه يمكن عروض للمستثمرين السوريين هكي مثل ما بيقولوا سهلة المنال؟ المشاريع اللي تطرحها وزارة السياحة طيف واسع يعني من المشاريع الكبيرة جداً إلى المشاريع المتوسطة إلى المشاريع الصغيرة الهدف منها هو الترويج للاستثمار السياحي في سوريا الاستثمار السياحي في سوريا استثمار السياحي وإعادة إعمار المنشآت التي اتدمرت أيضاً خلال الحرب كمان هي شقة كتير كلام حضرتك دقيق لحيكون فيه مشاركة للمنشآت التي تعرضت للضرر في خلال هذه الحرب الظالمة وسيكون هناك طرح لعروض مثلاً أصحاب المنشآت يقوموا بعرض أنه أنا مستعد للشراكة مستعد لتمويل مستعد لأي شيء حتى إعادة تفعيل هذه المنشآت وإعادة أعمارها وتأهيلها وتجهيزها للوضع في الاستثمار موضوع السياحة وقطاع السياحة ومنقطاعات الحيوية في سوريا وخصوصاً في مرحلة إعادة الأعمار الشغل كتير فيه مثل ما قلنا هاي السنة فيه تقنيات جديدة عم تمتع المواطنيين عم يجربوا يمكن تقنيات جديدة اللي يتعرفوا على المناظر الطبيعية بسوريا بل أنتشك لك كتير الأستاذة زيادة بلخي مدير الجودة في وزارة السياحة شكراً للإصدافة شكراً لكم وكيد دعنا لقاء مطول لحتى نحكي يمكن أكتر عن وزارة السياحة وكل التفاصيل اللي بتقدمها الوزارة خلال المعرض وخرج أوقات المعرض كل صبور أهلا وسهلا